وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلوس دكتور هيثم عوضة رئيس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية دكتور هيثم كيف تنظر إلى الأهمية والقيمة التي يشملها أو يتضمنها هذا الاتفاق بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية الله يسعد مساءكم مساء مستمعين الأعزاء بما يتعلق في الاتفاقية التي وقعت بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي خلال فترة الأسبوع الفائت والتي تتعلق في اتفاق يتعلق في تزويد السلطة الفلسطينية في مشتقات النفط من الجانب الأردني هي اتفاقية جيدة بل ممتازة ولكن كانت متأخرة بعض الشيء لأن حقيقة تندرج ضمن التوجه العام التي تقود السلطة الفلسطينية حاليا بفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي ضمن الاتفاقيات الموقعة بالسابق والتي كانت بالسابق هي اتفاقيات مرحلية يجب أن تنتهي خلال مدة خمس سنوات من توقيعها بعد عام 1993 وامتدت ليومنا الحالي أصبحت تلك الاتفاقيات من اتفاقيات مرحلية إلى اتفاقيات نهائية على أرض الواقع فأصبحت تلك الاتفاقيات لاغية بحكم القانون ولكن لازم نحط النقاط بشكل سليم وصحيح ونشخص الأمور بشكل لا يدعو مجالا للشك اتفاقية جيدة ممتازة في الفترة الحالية ولكن ألية التطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لا عدة إشكاليات إشكالية رقم واحد إخوتنا في الأردن هم بتعاملوا مع مشتقات النفط الخام اللي بتم استيراده من الخارج والتحديد من دول الخليج العربي هناك مصفا اسمها المصفا الأردنية لتكرير النفط الخام تكرير النفط الخام في المصفا الأردنية بيخرج نفط ليس بمواصفات أوروبية وليس بمواصفات أمريكية يعني الاتفاقيات الموقعة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي ضمن المادة رقم 12 في بروتوكول باريس الاقتصادي بتنص على السماع للسلطة الفلسطينية باستيراد النفط الخام والنفط المكرر من الأردن ومن مصر تحت شرط رئيس أن تكون ضمن المواصفات الأوروبية وضمن المواصفات الأمريكية إذن في الفترة الحالية حتى لو وقعت الاتفاقي لا يمكن استيراد النفط المكرر في المصفا الأردنية أو المصفا المصري لعدم وجود تطابق في المواصفات الموقعة ضمن بروتوكول باريس الاقتصادي والمتعلقة في اقترابها من المواصفات الأوروبية والأمريكية هذا الشق الأول الشق الثاني الأردن الشقيق ومصري الشقيق هم مستوردين للنفط الخام وليسوا منتجين لتلك السلعة فضمن المنطقة السليمة الصحيح بحاجة لعملية إعادة تكريرها وإعادة التكرير هي تكلف بحذاتها فهناك تكلف مضافة ستضاف في حالة عملية شراء النفط الخام من الخارج وإعادة تكريره أما في الأردن أو في مصر ضمن المواصفات الأوروبية والمواصفات الأمريكية الشق الثالث أن تقوم السلطة الفلسطينية في استيراد النفط الخام وإقامة مصفا أما في الأردن أو في مصر الشقيقة أو في فلسطين وتكلفة إقامة مصفا بهذا الشكل ستتراوح من مليار إلى مليار ونص دولار سنويا حقيقة الرغبات موجودة والإرادة موجودة ولكن في المنظور القريب تطبيق هذا الاتفاقي سيواجه بعض الإشكاليات إذن تتوقع أن تعرق الإسرائيل إمكانية دخول المشتقات البترولية من الأراضي الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية نتيجة هذه الأسباب هو حقيقة يعني إحنا نعتمد اعتماد رئيسي في مشتقات النفط على الجانب الإسرائيلي إذا إحنا من نلاقي بديل عن الجانب الإسرائيلي المعابر موجود يبيد الاحتلال المعابر الجوي والمعابر البري والمعابر البحري وإحنا نرتبط مع إسرائيل في اتفاقية اقتصادية يطلق عليها بروتوكول باريس الاقتصادي واللي بشترط أن إسرائيل تقوم بتحصيل الضريبة على كل السلع والخدمات الداخل للأراضي الفلسطينية ضريبة الوقود اللي بلوه هي 55% من قيمة السلعة لداخل البلد يعني حتى لو كنت أنا باستراد السلعة بتكلفة متدنية يقوم الجانب الإسرائيلي بفرض ضريبة عليها قيمتها 55% هذا الشق الشق الثاني 55% هو بحصلها فبقتطع منها فأنا فطورة المقاصة عندي ربعها بالكامل هي عبارة عن إيرادات من الضرائب المفروضة على الوقود والتي تتراوح سنويا من 2.5 إلى 3 مليار شكل إذا أنا كجانب إسرائيلي سمحت للجانب الفلسطيني بإدخال النفط من الأردن أو النفط من مصر يجب أن يكون تحت بند مجموعة الشرطات واحد الملاءمة الأوروبية الأمريكية اثنين أن يتم تلوين البنزين في لون مخالف للون البنزين الإسرائيلي حتى لا يتم تسويقه في الجانب الإسرائيلي ثلاثة نوقد معي الاعتبار أنه يجب أن يكون سعر النفط وبالتحديد البنزين في الأراضي الفلسطينية سعر لا يقل عن ما نسبته 15% عن سعره في الجانب الإسرائيلي أربعة المعابر بالجانب الإسرائيلي فمن هذا المنطلق الضريبة يتم تحصيلها من الجانب الإسرائيلي فالتكلفة هي تكلفة يتم تحميلها على المنتج فتصل إلى المستهلك النهائي بنسبة مرتفعة شكرا جزيلا دكتور هيثم عويد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية كنت معنا من نابلس